مساء النرول هنا على أحلى جمهورنا قبل ما نبدأ يريدنا صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وما تنسوش تدعموني باللايك وكومنت الحل ويلا بسرعة بسرعة نشوف قصتنا النهاردة بتيتكلم عن إيه في مكتب المخابرات الموساد كان رونالدو بيتكلم مع مدير مباشر مجهول الهوية هو بيوضح له حاجة رونالدو قال انت عارف يا زعيم اني ولاقي كله ليك علشان كده اقترح عليك فكرة جنان احنا لازم يبقى عندنا جسوس من مصر وعلى مصر نفسها وبرغم ان فكرتي هتاخد وقت لكن هتديني أولوية كبيرة بعدين انت عارف يا رونالدو انت عارف اني بسق في أفكارك حتى لو حبلها طويلة هو ما عنديش مشكلة انه أصبر حتى لو سنين المهم يبقى معي وراء كسبانة ده هتبقى أكبر وراء كسبانة هو مش هتلعب غير بيها اي رأيك اننا نعمل عمل من الصفر يعني عمل خام يبقى مصري لكن ما تربع لإدنا احنا الفكرة مش بطالة ولفت انتباهي بيها كمل كلامك هشرح لك أكتر احنا اللي نعمل في مصري رجال كتير وانا بقول نستفد منهم هناك ونخليهم يلقونا ولد من اي حدة من الشارع من بيت مش هتفرق المهمة عمره ما يتعدش لعشر سنين ويجبوا هنا ونربي احنا لحد ما يبقى ما فيش غيره ونمبر ون قام الزعيم وقف وقبل ما يخرج بص له بتفكير وابتسم عجبتني الفكرة وعاوزك تنفزها حالا تحت أمرك يا زعيم انت رايح فين خليك شوي أشرح لك الموضوع أكتر انت الجننت ولا ايه أنا باجي وقت ما حب وبمشي وقت ما حب وبعد خلاص قلت لك الفكرة عجبتني ونفزها بلاش رغي كتير اسف ليك مقصودش كده أنا بس كنت ولا كنت ولا كانوا خلاص نفس وعاوزك تنقل ولد كويس سلام خرج الزعيم ورجع المقر بتاعه أما في مصر كانت المخابرات المصرية عامل اجتماع في مكتب العميد حسن الهلالي وديرا حواردة بينهم الموضوع مش سهل احنا قدام شبكة ما فيا كبيرة ومش المفروض نستهون بها أبدا وعاوز اسمع منكم دلوقتي نوين على ايه احنا يا فندم مش مستهونين بالموضوع بس ما ظنش ان الموضوع أكبر من ان ظابط كفاء يروح يخلصه لا مشكدة يا رابح انت كم ممكن تموت في اخر مهمة ليك بسبب اندفاعك ده واحنا بناخد كل حاجة بحماس وتسرع ما تقلقش يا فندم احنا هنعمل كل جهدنا علشان نمسك الشبكة دي ونحل القضية وربح ما يقصدش انه يكون متسرع ولا حاجة هو بس بيتحمس بسرعة سبتك ده يا سمير اللي بيميزك ونعرف انه رابح من اكفاء الزباط في الجهاز بس محتاجيه ده شوية وحضرتك منتظر انه اهدى ازاي وانا شايف كل عميلهم دي واللي زي دول لازم يتبادوا من على وش الأرض وما يبقاش منهم واحد حتى يعيش ولا يعمر فيها بس ده مش نظم شغل يا رابح ولازم تفهم انك لازم تكون اهدى من كده انت مش عندك ولد هعندي ولد يا فندم ابني ادهم وحضرتك عارف كده كويس عارف يا رابح سؤالي كان علشان اقولك ان الجامعة دول مش بيلعبوا واخر زابي الدخل بسدره خسر عياله الاثنين حضرتك لو بتقولك كلام ده قدام ادهم ابني هيقولك وماله اما موت في ده الوطن انا ربي تراجل يا فندم مش عاية مش محتاج تقولي على تربيتك يا رابح انا فهمك بس برضو اكيد نفسك تفرح بيه ولا ايه انصدم رابح من الاحساس اللي حست بيه من الجملة دي وبدأ يهدى شوية فيدي حضرتك عندك حق وحسيت انك ينتهز اما حسيت انه ممكن يختفي من حياتي عايزك تقبلع تزاري عن تهوري في الكلام انا عزرك يا رابح ومقدر اخلاصك وتفانيك في شغلك بس انا عاوز الشبكة كلها من غير مخسر حد فيكم تمام يا فندم انا وسمير هنشتغل على القضية دي وان شاء الله خير بعد اذنك خرق رابح هو وسمير ووقفوا يتكلموا شوية سامير قال ابقى هدى شوية رابح الموضوع مايتخدش كده اعمل ايه بس اصلك مش فاهم الشبكة دي هي نفسها اللي اتلت ناصر زميلي واخويا قبل ما انت تجي الجهز بشهر انا مقدر والله احساسك وانفعالك بس ده مش هيودينا في حتة خلص انا هديت ايه رأيك تجيب مسكي بنتك وتيجوا عندنا النهاردة تتغدوا معناه وبالمرة تتعرف على ادهن وتتكلموا ما عنديش مانع انا يزيدني شرف وهو بالمرة نبقى نتكلم شوية في القضية وتفاهمني عنهم كل حاجة لانه واضح انك تعرف عنهم حاجات كتير لا معلش انت هتنور بيتي للغداء وبس ليه بقى انت شاء الله انا بفصل لي البيت عن الشغل يعني ما بحبش اشغل دماغ عليها ولا ادهن بشغلي وبحب جواهم يبقى رايق في دي بقى هعندك حق والله انا ساعة بيجي لمكلمة شغل قدام مسك ما ببقاش عارف اتكلم وبتفضل ورايا من قوضة القوضة لا حد ما بقفل ربنا يخلي يا رب المهم هستنى كل نهاردة ومش هنتغدى من غيركم المهم ماكنش بازعج المدن بس بالزيارة دي انت عارف ان مرات متوفية وكده اخصى عليك ده عليها تفرح قوي خصوصا اننا متعودين عالزيارات وهي ما بتصدق يجينا حد علشان تخرج الشيف اللي جواها ماشي يا عم النهاردة انا ومسك هننوركم بس انا عاوز اسألك عن حاجة قبل ما نشتغل هو مالو اسألني طالما في الشغل عاوز عرف هو صبر صاحبك ده تقتي لزاي وايه اللي حصل الموضوع مش من بايد هو برحول اسأ صاحي وانا بحرص انه يفضل صاحي علشان اخلص منهم كلهم صبر كان ماسك القضية دي قبله وكان متحمس زي كده هو برضو اجرع وطلع طلق بيب قبل حتى ما ياخد الازن وهناك عرفوا انه ظابط مصر وبعتوا اللي خلص عليه وعلى اولاده الاتنين وهو ما وصل عندهم استهزأوا بيه وبعدين بقى الله يرحمه بعد ما عرفوا انه هم خلصوا على اولاده يعني يعني عملوا في كده مرتين عمري ما هنسى وصيت والدته هي بتشيلني حقه وبتقولي لازم تخلص عليهم كلهم وهنفز الوصية دي زدقني يلاه لشان نشتغل ودعي له بالرحمة وفي بيت رابح بعد الشغل كانواقب معالي يأمرت ويساعدها في المطبخ وربح ابنه تساسين بيلعب قنبهم انا عاوز انبه ركما بتعطي ده زميلي في الشغل وقاي مع بنته واول مرة يقولنا ارفعي راسي بقى هي راسك ولا راسها يا بابا ما ترفعها انت شايف ابنك اللي مت وبعدين انت قال لي هو يوميزو متل لوحسن كنت قسرت رأبتك الصراحة يا وحش طول عمرك رفعها وعلى فكرة يأدهم بنت عمك سمير جاي معاك وبقى فرجها على قطك بقى ولعب معاها طيب يا بابا اما تبقى تيجي اول وبعدين نبقى نشوف وقال في سره ادخلها قطي قال هي ثيبة بس يسرر زيارة المفاجأة دي يا حبيبي ولا مفاجأة ولا حاجة كده كده كنت هعزمه وبيني وبينك مراته ميتة واعتقد يعني انه اكلهم كله من الشارع قلت يكله اكل بتي بس وادهم يتعرف على مسك بنته والله كنت هاسألك عن مراته لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يصبر ويقويه ادهم قال بسطواتي اسمها مسك تناخل السيارة دي مسك الختم بالنسبة لها ومش هتقررها تاني قال ايه افرقها على قطي هي هو متحة في الشماء دي قطي سمعت بتبرتها ميادهم بتقول حاجة ولا ايه لا يا بابا ده انا كنت بفكر قلع معها ايه اما تيجي بس علشان اجهز كل حاجة اسم الله لك يا حبيبي ربنا يهديك وما تكونش نوي قررها البنت في نفسها وفي مكتب رونالدو كان قاعد مع دراعه اليمين هو بيكلم عن خطة العمل الجديدة الزعيم حاطت ثقة وكملة فيها وفي الموضوع ده هو انت عايز تعمل ايه بالزبط وانا نفس انا مش عاوز حاجة جار طفل مصري عمره تسع او عشر سنين ميزتش عن كده تجيبه ازاي بقى مش مشكلتي لو عايز طفل لسه ما تولتش اجبه لك بامه الحامل فيه ده ما خفيف بس انا مش بهزر انا بتكلم جد ليه حبيبي عاوز طفل انا فكرتك بتهزر مش مهمة تعرف لي المهم انه هيحسن من مكانتنا عند الزعيم كتير لو كده انا عمل اي حاجة بدأت تفهمي فهمت انا هنزل مصر بعد يومين واجب لك طلبك وارجع بس انا مش عاوز غلط وانا مالش في الغلط يومين ويكون عندك الطفل خرج من مكتبه ورونالدو هو بيفكر هيقدر يجيب اللي طلبه ازاي وهناك في بيت رابح ووصل سمير ببنته الجميل لمس تمان سنين رابح قال اهلا وسهلا يا سمير نورتني ايه الامور الجميلة دي دي مسك بنتي ماتسبة هي تعرف نفسها يا سمير اسمك ايه حلوة اسم مسك يا عم رابح هو كما نعرف اسمي ايه الطعام دي اتفضل يا امر متشكر او يا رابح على العزومة دي مسك فرحة اوي اني نجيين زيارة الحد وكده ما تقولش كده يا سمير استنى عرفك على علي امراتي وده ادهم ابني ما شاء الله كبرتي ادهم اخر مرة شفتك كنت لس بيبي لا بستش قوت الدنيا كلها فيها قس السمير ومش هادي وكيود زي مسك الامر دي تلوقتي ما بقتش عاجبك وبقت هي احلى اتوترت علي من رد ادهم وما كانت شعر فترد رابح قال ادهم ايه الاسلوب ده اعتذر حالا مش مهم يا تند انا ما زالتش لان بابا دايما بيقول استو تلع لي ورا حاجة ضعيفة يعني ضعيف انا مش ضعيف وملكش دعوا بي ضعيف انا اسف يا سمير مش عارف اقولك ايه لا ده عادي ده طبيعي الاي اتنين ما بيخرجوش ولا بيختلطوا بحد بص رابح لا ادهم بعتب ولمح لعليا تيجيب الاكل على الصفرة ادهم ما نزلش عينو من على مسك وهي بتاكل مسك قلت تسلم ايديك يا تند الاكل حلو جدا وعجبني يا روحي تسلميلي مبسوطة انه عجبك تبقى نجحتي طالما مسك شاهدتلك من غير ما تقولي انه عجبك احنا ملاحظين اني خلصت كل الاكل وخدت غيره كمان ادهم انت تجنمت من امتى الاسلوب الغلط ده ولا يهمك يا عمو انا ما زعلتش وبابا كمان ما زعلش ادهم ما يقصدش هو بس سعلان وهزعلين شاء الله بابا دايما بيقول ان الشخص المسئول من حد غيره اللي مسئول عن حد وانت مسئول من اهلك هو مش اخد ان في حد غيرك بيتدلع علشان كده مش عايز تشوفهم مهتمين بيا شوية قصك ايه بكلامك ده باختصار انت مقدرتش تبقى مسئول عن نملة علشان كده اكتفب نصيبك من الدلع وانا مش هنا علشان كده اكتفب نصيبك من الدلع وانا مش هنا علشان وانا هنا هتدلع على تنطوع مرابح يا روحي ده انت تدلعي برحتك حس ادهم بالغضب من كلام مسك ودخل قطو متعصب وربح لاحظ ده وسامير كمان سامير قال انا اسف او يا ربح بس مسك ابنتي طليقة في الكلام شوية ما تقولش كده انا اللي اسف على تصرف ادهم معكم ما حصلش حاجة علشان الاسف ده كله انا هتخل لقطو واتفاهم معاه وانحل سوا سوء التفاهم ده مع بعض ممكن يا طنط ممكن يا روح طنط اتفضل يدخليلو مش هالله عليها يا سامير ربنا يحفظها لك يا رب ويبرك لك في ابنك يا رب قال الله بس يعرف ويتفاهمه وما يمسكوش في بعض وفي قوضة ادهم دخلت له مسك وهو مش طايق نفسه لسه بتحط ايدها لك تفو زقها في الارض من غير وعي اول ما حسب غلطه جيرا يقومها انا انا اسف ما كانش اصدق واقعك بس انا متغصف شوية حصل خير انا كويسة وبعتزل لو كلامي دايقة بس انا قصدت كل كلمة قلتها ايوه ما تستغربش كده انا وثقة انما متقوب بق وثق كتير انك تعملني كويس قبل ما جي واكدوا عليك متضيقنيش وانت عملت العكس يبقى ده اسمه عدم مسئولية ولا ايه فعلا عندك حق انا بس اتعط سبت شوية علشان مش واخد على السيارات ولا ان هاد يقرب من اهلك كده ما تفكرش ان اهلك بيحبوني لانهم لست ما يعرفونيش هو بس اكيد بابا معرف ابوك اني ماما ماتت وبابا قل لمامتك علشان كده بيعملوني بحناية انتي انتي سيفهم كل حاجة ووعي كده لكلامك لانك بجد اقنعتيني وده ما بيحصلش كتير راح اتمسكي قعدت على السرير واخدت نفس عميق وبدأت تتكلم ماما كانت كاتبة ومثقفة وكانت بتتكلم معي في كل حاجة وبابا دايما كان بيفاهمني نظام شغله وما كنتش بخف اصلا علشان كده عندي وعية لكل حاجة ايوا فهمتك خلاص انا هقولك حاجة انتي من النهاردة مسئوليتي ضحكك وفرحك وحميتك وكل حاجة علي انتي بقيت مسئولة مني خلاص يعني خلاص بقي نصحبوها بيب يعني مش هتسيب حاجة سعرني مهما عدى وقت هفتل لحميك ومش هخلي حتى ابدا يأذيك وعدي مني ليك وانا موافقة وانا بقول تكهزي علشان بابا بينادي عليك وانا هخرج معك اشرح لكل حاجة وقوله اننا تصلحنا وانك بقيت مسئوليتي خرجت مسكي مع ادهم وحقق كل حاجة الاهلهم وهم فرحوا قوي ادهم قال كده خلاص مسكي بقت مسئوليتي يا عم وانا هثبت لها اني قادر اتحمل المسئولية ها اطبعا يا ابن احنا هنمشي بقى نزل سامير ومسك ويدوب خرجوا برا وسامير ركب ومسكي رح هتركب خدتها عربية وجريت جرى سامير وراهم ورابح شافر اللي حصل ونزل يجري وراهم الكلاب محدش عاملها غيرهم والله ما اسمهم سامير وهو في عربيته كلم رابح رابح اطلع وراي اعمل ايه وفي شقة رابح شاف ادهم واحد مشا اول ما العربية خطفت مس وعرف شكله الراجل ده اكيد معهم يا ماما ومسكي مسئوليتي خلاص وانا حافظت شكله انا لازم اساعدها بابا واما وراهم واكيد هيجبوها ما تقلقش بس دي مسئوليتي انا والمفروض ركاها اهدى بس يا حبيبي اهدى لما بابا يرجع بدا الرابح وسامير يلفوا وراهم في الشوارع من شارع لشارع اختفوا ووقفوا قنبوا بعض وبس رابح بأسف لسامير انا اسف ضيعناهم بس مش هنضيعها هنرجعها اكيد انا واثق انهم ما اللي عملوها هو اللي بيروح بيرجع يا رابح عوضها للب بنتي وبنت قلبي ما لحقتش تفرح بخروجتها هترجع يا سامير ما تبقاش متشاق تعالا نروح للجهاز ونقول لهم باللي حصل وبعد ست ساعات كان شامشون واقف قدام رونالدو وهو كل فخر وهو حاطت مسك في شوال رولاندو قال مش قادر اصبر علشان نشوف العميل اللي هنرعب المصريين من اللي هنعمله به ما تأخرتش زي ما قلت لك اهو استلم هديتك ليك مكافأ عظم عندي وريني شال شامشون الشوال وفتحه وخرج اللي جواه وتصدم ايدي يا شامشون مين دي دي طلبك اللي وصتنا عليه من مصر الواد اللي طلبته ازاي دي ولد ولد يعني ازاي ازاي يا شامشون يعني راجل ازاي دي ولد ولد يعني ولد يا شامشون يعني راجل مش بنت احنا بنقول على الاطفال اولاد ما فهمتش اصدق ايه اقول ايه انا للزعيم دلوقتي اقول له جبتلك دي طبه العمل مفيش عمل هقدم هالو وحاول اخترع اي حاجة ابرر بها الكارسة دي هو بقى طمنا عملت ايه انت تخرص خلص اخذ رونالدو ماسك معه وراح للزعيم ودخل علي بها وهو مرعوب جبتلك المفاجئة يا زعيم مش هتتوقع دماغي راحي تلحد فين بص الزعيم على مسك من فوق لتحت وهو شايف بنت صغيرة وجميلة ولا بتعيط ولا بتعمل حس وفجأة عصب ايدي يا رونالدو انت تجننت جاب لي بنت بنت اعمل بها ايه انا ليه وجهة نظر فاختيارها اصلا بس يا عام انت لسه هالدورة لكتبه ولا نيلة هو عين واحد اسمه شامشون يجيب له عين من مصر زي ما فهمت وما حددوش ولد ولا بنت هو قال له ولده بس وحسب ما فهمت شامشون ده حسب الموضوع بلغة تقوم انتو وبتقوله على الاطفال كلهم اولد وخلاص هو خطفني والراجل ده قال له انا هدبر كتبه للزعيم واقول هالو علشان ابرر للغلطة دي هو بس كده كان الزعيم ورونالدو مصدومين من كلام مسك واستعبها للموضوع بسرعة وحفظها للاحداث فاجأة عيون ولا معد بفرحة الزعيم قال هي دي هي دي هيلة عظيمة مش قلت لك انا اخرص اخرص خالص وهنتحسب بعدين على اللي سمعته ده هي انا وزين مني اي دلوقتي اسمك ايه حلوة مش عارفة مش فاكرة اسمك يعني ايه مش فاكرة انت عملت في ايه وانتو جايبينها شامشون بيقول ضربوها على دماغها وانا مش فاهم حصل لها ايه يمكن فقدت الزاقرة حلوة جدا خدها على التدريب وعرفها كل حاجة وتعمل بشكل طبيعي معها وياك حد يزعالها تحت امرك يا زعيم شكرا يا عم الزعيم بس انت مغطي والشك كده لي ما تسأليش علشان احبك يا شطرة يلا روحي مع عم امري لله هروح ما تقلقش يا زعيم انا هزبطها خرج معمس وتمر السنين بين بحث رابح وساميرانها وبين تدربتها المقسفة علشان تبقى لعمل زيزو زي ما اطلق عليها الزعيم وكبرت ميسك بقولك ايه يا شمشون انا ما بيقولش معي الشغل ده انا كبرت واحترمني انا عاوزك تعرف ان اللي انا بقوله هو اللي يتعمل هو باسأل الزعيم طب يا جين انا مش هزعل منك علشان انا لم ربك على ايديه لا انت مش هتزعل مني علشان الزعيم ممكن يزعلك لو انا زعلك انا عاوزك تفكر الف مرة قبل ما تخليني اغضب عليه سلام علشان عندي مقابلة مع الزعيم خرجت ميسك او زي ما بيسموها جين وهي غضبانة من تدخل شمشون في حياتها وهناك في مصر كان داير الحوار في مكتب المخابرات رابح قال بصي ادهم مش علشان انا ابوك يبقى هضغض عن تسرع انا كنت في يوم من الايام زابط زابط ناشئ زيك والحمس اخدني لكن انا دلوقتي رئيسي الجهازة المخابرات المصرية وده مش هيشفع لاخطاء حس ادهم بالغضب لانه بيتميز بشخصية قوية وابوه لازم يفهم ده من غير اي القاب يا بابا ولا يا فندم انت عارف كويس ان انفعلي ده بسبب ايه واول ما مسكت خطفت جيت وبلغت الجهاز وبدل ما يدوروا عليها افلوا القضية وانا منتظر اليوم اللي هبقى فيه زابط مخابرات علشان ارجعها تاني مسكي مسئوليتي وانا لسه ما تخلتش عنها هو انت لسه عندك امل انها عايشة ده اكيد اتلها من زمن يبني والحكومة بتاعتنا افلت القضية حنقل الدماء وحفظا على الارواح بس او بشكل اوضح يا فندم قوفا من التنظيم ده وشبكته مش كده برضو ادهم التزم بحدودك معي ومن غير غلط فهمني انت عاوز ايدي الوقتي تمام يا فندم هقولك انا عاوز عيد فتح القضية بس في السر ولو ما حصلش انا هستقيل وبرضو هطلع المهمة دي الوحدي وهرجع مسكي اعتبر ده تهديد لا تهديد ولا حاجة ده طلب لا ناصح طب انت اللي جبته لنفسك اعتبر القضية دي في ايدك وخلال 48 ساعة لو ما كانش في مكتبي على الالخط واضح هقفلها تاني 48 ساعة وتبقى مسك في حضن ابوها اللي تشل من غير سبب وتاني يوم جهز ادهم نفسه وهو جامع معلومات مهولة عن الزعيم وشبكته ونوي وقعه وسافر واول ما وصل لقى واحدة مقابلة حلوة وجميلة هاي انا جين هارف اكل حد الفندق نورت اوكي يلا بينا وهم في العربية في الطريق بصيت لوميس وهي مش عارفة هويتها ما تقلقش انا معي كامل الصلاحيات انه صادق وسهل لك كل الطلبات لحد ما تمسك الزعيم عاوزك بس ما تنفعلش في الاخر والضيطة عب سنين 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 زيان يا جين ما تقبرش الموضوع عندك حق المهم الزعيم بقرع زبنا عنده في الليتو وهعرف هو مين لانه مش هيبقى بالمسك تمام ما تعرفش اي معلومة عن البنت اللي قلت لك عليها اه لا خالص ده انا دورت في سكيلات الارشيف الدخول بنفسي وما لهاش اي اثر هي تهمك اوي تهمني جدا وهلاقيها لازم لاقيها هي من دي لما استعجل عليها اوي كده واخد تفكيرك يا غلس غلس الله يسمحي كستي دي مسئوليتي اللي زمنها فكرة اني تخلت عنها بس والله ما تخلت عنها ابدا مصبوط هحاول تاني يمكن الاقيها وصلت ومسك مطرح ما هيعود ويومها بالليل خرج ورح مطرح ما قالت له بيتها وطلع يتجسس عليها شافها بتبعت رسائل بالشفرة العميل لويزو يتحدث حاول تم التقاط الهدف بنجاح حاول ولكنه كسير الشكل غدا هتتم العملية القبرى حاول بترتب لإيدي بتتكلم مين اما نشوف بكرة نام أدهم وهو مع الشم نفسه انه بكرة هيمسك الزيم ويرجع مسك وتاني يوم في بيت سامير كان رابح على جنبه وهو بالكورسان المتحرك فهمني ايه اللي صابك انا معرفش انت حاسس بايه بس لازم تقولي انا انا ما كنتش نوى تكلم بس خلص كفايا كده انا السبب في كل اللي حصل واستحق اللي حصل لي هو ايه اللي انت السبب فيه فهمني افهمك كل حاجة رابح يمكن ارتاح قعد سامير يحكي كل حاجة رابح وهو اندهش وسابه وينزل جري على الجهاز بيحاول يتصل بأدهم رابح قال الو الو ايوة ايوة يا رضا انا عاوز اتكلم أدهم لازم تخلينا اكلمه بسرعة بس ده لسه واصل وما فيش واصلة تتصل لسه حاول يا رضا ان شاء الله تكلمه على فون الطوارق بس كده هنبقى بنعرضه للمهمة للخطر بس ده حالة طوارق لازم اكلمه تمام يا فندم اللحظة ويبقى معك على الخط يا رب بنلحقه خصوصا ان ما فيش حد هناك بيساعده واصل رضا المكلمة بأدهم واتكلم رابح بلهفة أدهم انت سمعني وصلت لإيه ازاي تكلمني دلوقتي على فون الطوارق كده خطر أدهم انا ما بعتش حد يساعدك هناك لسه علشان اتواصل معك عن طريقه لازم اكلمك انت بتقول ايه يا بابا ازاي ما بعتش حد ام الجين اللي قبلتني في المطار دي تبقى مين جين الحمد لله اسمعني كويس أدهم جين دي تبقى ألو بابا انا مستمع حاجة الاشارة وحشة مستمع ألو أدهم اسمعني جين دي تبقى مسكي أدهم ألو انا قطعت تصل مع أدهم من غير ما يسمع كلام أبو وحزن رابح أما عند أدهم كان واقف ما استغرب ويقات له جين غريبة قوي هو كان عايز يقول لي ايه ملك يا أدهم بتكلم نفسك ليه ما فيش وقت لازم نتحرم مستقرب قوي بابا كلمنا على تلفون الطوارئ وكان عاوز يقول لي حاجة بس الخط فصل يمكن بيتطمنا عليكو بس يلا بينا ولا هتقول لي ما تدخليش في مهمتي وتعمل شغل اللايل بتاعك ده شغل اللايل أنا نفسه عارف يا جين ايه الفكرة الغلطة اللي انت واخدها عني دي ولا غلط ولا حاجة دي فكرة أديمة ولو نجحنا هغيرها طب يلا بينا أما نشوف أخرتها طلع أدهم ومس على فيلا الزايم هي دخلت وهو لف حولين الفيلا علشان يلقي مدخل والزايم أول ما شف ميسك حضنها وهو لسه بالقناع بتاعه جين أنا مش مصدق ان عد علينا كل السنين دي سوا اتفضلي ناخد كالسوا لا صدق بس أنا حاسة اني لسه ما في استقابلنا علشان المسك يعني أنا هشيله بس بلش تصدمي وخليك يوقعي شال الزايم القناع واتصدمت ميسك واتصدم أدهم اللي كان واقف قريب منهم وشاف الزايم أدهم قال ايه ده مش معقول انت الزايم انت اللي ورا كل ده كان كل السنين دي واحنا مغدعين وفي الآخر تطلع انت يا عم صبر ما اعتقدش انك تعرفيني بس ابوك اكيد عرفني من صحبه وممكن تكوني شفت صوري قبل كده في الجرايب وانت صغيرة بس لو كنت فكرة حاجة أصلا الزاوبة الشاهد صابر الزاوبة من المخابرات المصرية استشهدوا هو بيحاول يمسك الزايم وفي الآخر تطلع انت الزايم جين انت ايه انت فكرة كل حاجة وفي اللحظة دي دخل أدهم وهو وميسك طلعوا أصلاحهم ونشأوها على الزايم وأدهم وش مستوعب صدمة صح انا مش جين انا مسك بنت البطل ساميري الهواري ظابط المخابرات المصرية بس الظابط بجد مزي مسك انت انت مسك ازاي ازاي معرفتك ايش قوضي ادهم اللي ابوك انا عاوز يقوله لك انا ضيعت عمري علشان اجيب عمر الزايم فيش والوارجع بي ما اقول انت الزايم ده ابو يقلب محروق عليك ما لش انا اخترت الجهة الصح وشترت نفسي وعيالك اللي مات زنبهم ايه موتوا ليه كلنا جحول ضربته هوهم كانوا الضريبة وتذكر الدخولي للعالم ده استغل الزايم صدمة ادهم ومسك وطلع سلاحه وكان هيدرب على مسك رح ادهم الضيلو طلق فراجله وكمان عاوز تموتها وتحرمني منها بعد كل السنين دي ده بعدك انت خلص انتهت يا صبر كده نقدر نرجع مصر وهنا كافة هيمك كل حاجة يأدهم رجع ادهم ومسك بالزايم بعد الابضع لكل عصبته وتسلمهم وانصدم ربح ان صبر ممتش ولا حاجة وقعدوا كلهم في بيت سمير يتكلموا ادهم قال انا عاوز افهم كل حاجة حالا صبر خلص اعترف انه هو لما حسرنا هينكشف ازاي في موته علشان ينجي نفسه بس عاوز اعرف ازاي مسك حصل معها كده انا جالي خبر مزورتكم ان الشبكة دي مكلف حد انه ينزل مصر يخطف طفل ويجنده من الصفر ويبقى تابعهم وقبل ما اجلكم رحت بمسك اللي عمد حسن وقلت له كل حاجة ومعرفش ازاي اقنعني انه احط في طرقهم مسك ولي عمد حسن بدل يفهمني كل حاجة وبما اني كنت نصحة زي ما قال فهمت كل حاجة وازاي خطفك انت بالزاد ازاي عاوز افهم اللي عمد حسن ربط بالموضوع جالنا ده الراجل اللي كان بعطه شمشون علشان يقوله انه لقى الطفل واحنا نزلين اتعمد تخلي مزك تركب وحدها واخدوا فعلا انا مش مستواب ازاي عملت كده اللي بيقوله علي ان انا كنت متهور وانا جيت قدام الزعيم وعملت نفسي فقدة زاكرة وابهرت بكلامي واقتنع بي وبدأت اشتغل وطلعت عليهم كل اللي عملوه مفيش عملية نجحتهم فيها الا وكانت معلومتها حسب طلب مخابرتنا احنا وهكذا هو ثقفية وما عرفت انك جاي قابلتك علشان تساعدني اخيرا ان اخلص من كل ده انا مش مصدق انك ضيعت عمرك علشان تمسكيهم بحاجتي ادهم ممكن تضيع عمرك كل فيها علشان ما بدأك واخلاصك بس كل ده ضيعناه من عمرنا ما تقول انك بتحبني وخلاص بدل اللف ودورا ده وخلصنا انت بقيت ابحكي ده من امتى يا بيت صبورين ما قولها طيب من شغلي معلمية سموش وبعدين نقصر الطريق ونقل دغري جابت مني باخر وانا يسعدني يا سامير ان اطلب ايد بنتك النصحة لابن الغلس وانا موافق على بركة الله ايه ده انا اتدبست ولا ايه فحاجة يا حبيبي لو لا حاجة يعمل زيزو بحبي قلب اللي عمل زيزو وانا بموت فيه وانقول توتا توتا خلاصة حدودتنا النهاردة يا ترى حلوة لما لتوتا واستنوني في حكاية وروايات تانية كتير دومتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته